صلاة ربي على المصطفى وبحر شوقي له قد هفا وقلبي المبتلى بالفرار يريد بوحا بما قد خفا صلاة ربي على المصطفى صلاة ربي على المصطفى صلاة ربي على المصطفى والسلام ربي على المصطفى صلاة ربي على المصطفى بالله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال بيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام هذا من الإسلام يعني الدعوة إلى الإسلام هذه من الإسلام الصلاة من الإسلام الحج من الإسلام الدعوة إلى الإسلام يعني نعرف الناس بالإسلام ونرغبهم في الإسلام ونحضهم على الإسلام على مختلف الطبقات من مسلمين أو غير مسلمين فالنبي كاتب الملوك أعظم ملوك الأرض يعني هلأ يجب على المسلمين يكاتبوا كل شعوب الأرض هذا ما واجب على الشيخ هذا واجب على كل مسلم كما أنه يجب عليه أن يصوم يجب عليه أن يصلي يجب عليه أن يحج كذلك يجب عليه أن يتعلم يجب عليه أن يعلم يجب عليه أن يعلم لأن هذا من الإسلام المستقى والمأخوذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي كان حياته كلها كلها تعليم وكلها إرشاد وكلها دعوة إلى الله لكن بعد ما هيأ نفسه لهذا في غار حراء سنة حراء أي حراء ما سنة وفي كتب الفقه ما في باب الاعتكاف يا أبني ألا الفقه أو طالب العلم أنتوا ألا طلبتوا العلم بالكلية أو بالمعذ العدادي والثانوي اللحية سنة طيب وحراء ما سنة طيب سيدنا موسى بس الله ذكر حراء كما ذكر طور سيدنا موسى كمان ما كان اعتكاف مع الله اعتكاف شكنا مريم المرأة اعتكاف المرأة إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم عجابا فأرسلنا إليها روحنا لما خجبت الروح والقلب عن الخلق وتوجه إلى الحق أرسلنا إليها روحنا هذا ما فقه بس انه حدود الوجه من منابذ الشعر إلى أسفل الزقن هذا ما نعمله كتب نعمله مزاهب واختلاف العلماء ومدرئيش وإلى آخره وحراء وطور وانتبثت من أهلها مكانة شرقية النبي بي اعتكافه طلع بأعظم نبوة وأعظم يساري السيدة موسى في الطور طلع بالتوراة وطلع كليم الله ستنا مريم طلعت من خلوتها يا مريم وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسائي العالمين هذا مع الأسف طالب العلم مسكين هو ما بيعرف ما وضعه هذا في برنامجه يعني البرنامج التربوي الروحي والبرنامج الأخلاقي ولذلك يا أبن طالب العلم عم يصير عقيم يعني المسلمين وطلاب العلم لازمنا كتب جديدة يطلع طالب العلم يطلع طالب العلم نسخة مصغرة عن النبوة في أخلاقه في روحانيته مع ربه في ذكره في خشوعه في تبثله في حبه لله في عبادته في دعوته في ايش طالب علم وليس له دعوه لذا من النبي ما في شيء كان اسمه طالب العلم كل مسلم يجب أن يطلب العلم كل المستمع طلاب علم النساء والرجال والأطفال والعبيد والأحرار والكبار والصغر ما هي أنا أعرف المهندس رياض الله الظالم لما كان بكلية الهندسة ببركة التربية الإيمانية الله عز وجل عدد من المهندسين الله عز وجل يعني أنعشهم وهدهم على يدي والأنصار أيضا دعاة قال ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيصر أولا سبب الكتب أو المقدم في هذا الموضوع قال جمع النبي يوما أصحابه وقال أيها الناس إن الله بعثني كافة للناس ورحمة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا طيب إذا أرسلوا وحملوا الرحمة ليؤديها إلى الناس ما يبدو يؤديها إذا ما التقى بهم فأرسل الكتاب نائبا عنهم فالصحابة بأرواحهم وبدماؤهم وبأموالهم قاموا بعده يبلغون يبلغون الدعوة لو لم يقم الملوك والقياصرة أمامهم ما بيقاتلوا أحد فقاتلوا لأنه الحكومات وقفت أمام إيش الدعوة إلا في الأصل دعوة ولا قتال أما إذا حجبوك عن الدعوة فبتبزي للروح والمال لأجل إيصال الدعوة الآن في المجتمع الإسلامي إذا دعيت الناس وكنت استكملت إسلامك تعلمت الحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وتزكت منك النفس وتعلمت علوم الكتاب الذي هو المعاني الثلاثية الإسلام لازم تعلم علوم القرآن ما تقرأ القرآن تعلم علوم القرآن لتحييها وتعمل بها الواحد يقرأ كتاب الطب في كلية الطب ليعلم ثم ليطبب الناس قال فجمع النبي أصحابه وقال أيها الناس إن الله بعثني للناس رحمة وكافة فأدوا عني يا عين لنعرف أنه ما بيحسن بشخصه الكريم يقوم بهذا الواجب فدعا المسلمين ليساعدوه ويعاونوه على أذاء ما أوجبه الله عليه ولو قرأت كتب كل الدنيا وإذا ما صر لك قلب مع الله ممتلئ بخشيته بذكره بالحضور معه من هنا تجيك الطاقة الدافعة إذا ما في هذه الطاقة ما الدافعة الدافعة لك والخارقة لحجب قلوب الناس كما بتفتح لك القلوب بيجي العلم تحط الابدار الأول واحد برمي الابدار لما أول بشق الأرض يبدأ يكون فيه سكة قوية وفيه متور فيه تركتور إذا ما فيه تركتور ما فيه قوة شق الأرض ترمي الابدار تجي الطيور بتلم الابدار وبطلع شؤال خسارة بخسارة قال فقال فأدوا عني رحيمكم الله ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم لا تعملوا دين دينين وعشرين دين وسبعين دين فقال أصحابه وكيف اختلف الحواريون على عيسى بن مريم يا رسول الله قال دعاهم لمثل ما دعوتكم إليه فقل أدوا عني بلغوا عني ولو حديثا واحدا حديث النبوي فأما من باعثه مبعثا قريبا فرضيا وسلم اللي سيدنا عيسى بعت إلى مسافات قريبة امتسلوا وبلغوا وأما من باعثه مبعثا بعيدا فكرها وأبى فشكى عيسى إلى ربه أنه قال لقد تبعتنا إلى بلاد نغطنا غير لغط وما بنعرف نحكي فكيف ننبلغهم فشكى عيسى إلى ربه فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذي وجه إليهم فلا تخاف اصدق مع الله واشتغل مع الله طيب شون ذلك تعلموا اللغات اصدقوا مع الله ما بالأمان ما بالدعاء بالعمل والعمل ضمن الطاقة والجهد وليم تعجز عنه شوف الله بيكمل لك لما ما بيكمله قال فأرسل ذحية الكلب إلى قيصر قال وقيصر في اللغة هو البقير الباقر والبقير يعني مشقوق البطن لأن أم قيصر ماتت في المخاب فشق بطنها وأخرج فسمي قيصر فسمي ايش فسمي قيصر وكان يفتخر بذلك ويقول لم أخرج من مخرج البول لم أخرج من مخرج البول فكتب كتابا إلى قيصر وقال من ينطلق بكتاب هذا إله رقل وله الجنة إن النبي ما بيبعث وبيكلف واحد بعمل من غير من غير أجرة هذا كلام النبي أما كلام الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هو لدار الآخرة خير بعدين لما تنزل الآيات نبي كان يعدهم بملك الدنيا وملك الآخرة فأخذ ذحية لتآب النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق باتجاه قيصر فانتهى إلى يعني بلاد قيصر التي هي بلاد الشام فأجتمع بالحاشية التي يريدون يستقبلون مثل وزارة الخارجية أو ما يشبه فقالوا له إذا رأيت الملك فاسجد له لأنه لا يستقبل السفراء إلا بإيش إلا بسجودهم له ثم لا ترفع رأسك أبدا هذا البروتوكول حتى يأذن لك حتى يأذن لك قال ذحية رضي الله تعالى عنه لا أفعل هذا أبدا ولا أسجد لغير الله شوف يا ابني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا لو كان قبل الإسلام وقالوا له سجود للكلب تبعه رقل بيسجد له سجود لأحماره بيسجد له الإسلام علمنا العزة فما تقطعوا رؤوسهم لجبابرة الأرض وين يا ابني وين الآن عزة المسلمين اليهود قال محمد هل لهذا جئت تسعر وهل أتباعك همل مشاع أإسلام وتهزمهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع أيشغلهم عن الجل لا نزاع وهذا نزع موت لا نزاع شرعت لهم سبيل المجد سبيل العز لكن أضاعوا شرع كسام فإيش فضاعوا قالوا لا أفعل هذا أبدا ولا أسجد لغير الله قالوا إذن لا يأخذ كتابك وقع في مشكلة ما راح سينيحقق مهمة النبي فوقع بين إشكال السجد وهو حرام وبين يوصل الكتاب وهو عليه فرض وواجب لكن إذا صدق مع الله الله بدبره ومن يتق الله يجعل له مخرجا فالله بعث المخرج فقال له رجل منهم أنا أذلك على أمر يؤخذ فيه الكتاب ولا تسجد له قال وما هو قال إن له على كل عتبة من بر يجس عليه فضع صحيفتك تجاه المنبر فإن أحدا لا يحركها حتى يأخذها هو ثم يدعو صاحبها محل جلوسه قال له مثل منبر قال له يحط المكتوب أهني ومحذا يحب إنه هذا للملك يجي هو يأخذه وتنجو وتتخلص من السجود له ففعل فأتى قيصر فوجد الكتاب فأخذه ووجد عنوانه باللغة العربية فذعى بالترجمان فقرأ له الكتاب فقال انظروا لنا من قومه أحدا نسأل عنه ما حكم بشيء حتى يتبين وهو ما قرأ إسلام إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما فاسق فاسق غير فاسق فتبين فأراد أن يتحقق هذا شأن الملوك بهم حقائق الأمور ما يحكم بالخبر لأول وهله قال وكان أبو سفيان في الشام أي بغزة في تجارة له زمن الحذيبية فقال أبو سفيان فأتانا رسول قيصر فانطلق بنا حتى قدمنا عليه في بيت المقدس فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي لأنه في الإنجيل ابني إلى الآن ذكرت لكم عدة مرات في الإنجيل لما اليهود سألوا يحيى أأنت إليا قال لا قالوا أأنت المسيح قال لا قالوا أأنت النبي فمعنى ذلك بأنه في بشارة بإيرية هذا له الاختلاف فيه وفي بشارة بالمسيح فالمسيح أتى المسيح ما قال أنا النبي قال أنا المسيح وهن يدعو أنه المسيح وليس إيش النبي إذن الإنجيل بنصه النص هو الذي لا يحتمل التأويل يبشر بمجيء النبي يعني النبي المنتظر النبي المنتظر ف قال أيهم أقرب نسما لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي زارني أستاذ من جامعة السربون قال لي جامعة السربون اتفقت على أن محمد النبي ولكن لم يتفقوا على أن هو النبي بالألف اللام قلت له أمني حقيقة وصلنا لنفس الطريق فنبي من الأنبياء لا النبي لأنه في نفس الإنجيل النبي له أوصاف عالية و جاء شأن كبير ف فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا إليه فقال له ما قرابتك منه قلت هو ابن عمي بلتقي مع النبي في جده الرابع يعني يقال أبناء عمومة ولو كان أبناء العمومة بعيدة لكن يقال له في المصطلح العام أنه ابن عم فقال فقال أدن مني ثم أمر بأصحابي برفاق أبو زفيان فجعلوا خلف ظهري ثم قال لترجماني قل لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وإنما جعلتكم خلف ظهره لتردوا عليه كذبا إن قاله إذا بسأله سؤال كذب أنتم من وراء يعني بعيونكم بالإشارة بتقولوا لي يعني حتى ما تكونوا مسؤولين أو تغجلوا أو كذا الملوك تم عقول هون عقول كبيرة تعرف تصل إلى أهدافها بسهول قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء يومئذ أن يرد علي كذبا لكذبت وفي رواي لولا أن يقال عني أو يروى عني أني كذبت لكذبت أني كانوا في الجاهلية وكانوا يتحاشوا من الكذب وشوفوا الكذب من قصر وشوفوا الكذب قبيح هل أحد يدعي الإسلام يقول أنا مسلم ويقرأ القرآن إنما يفت بكذب الذين لا يؤمنون بها بآيات الله هي لا يعمل بها يعمل بإيش يقول لك الكذب من الحرجال كذب من الحرجال وشك ما لث والعيب كأنه هذا قرآن عبنسخ القرآن المنزل يبني الآن المسلمين في جاهلية والكارثة إنه عم نسميها الجاهلية بالإسلام يعني عم نشوه الإسلام عم نعرض جاهلية ونسميها إسلاما لذلك الناس عم ينفروا من الإسلام لكن جاهلية ما أسلم الصحابة يا أمني الناس أسلمت لما رأت الإسلام في أعمالها في سلوكها في أخلاقها في إخلاصها في روحانيتها هذه المعاني تكاد أن تفقد إن وجدت بدك عثورك على كنز مدفون من أرب سنة يمكن يكون أهوى من عثورك على مدرسة تبني إسلامك الإسلام الصحيح مع ذلك إذا واحد صدق في الطلب الله عز وجل بجمعه بمطلوبه قال وفي رواية لو لخفت أن ينقل عني الكذب إلى قومي ويتحدث به في بلادي لكذبت عليه لبغض إياه ومحبتي نقصة وبذا يعلم بأن الكذب كان من القبائح في الجاهلية أن العرب في الجاهلية كان بيحمله شيء من الأخلاق لأنه كان يدعو أنهم على ملة إبراهيم مثل ما نحن الآن ندعونا على ملة سيدة محمد ما شو صفيان من من رسالة سيدة محمد في مجتمعنا مثل كرم العنب إذا قصف كما لا شو صفيان من الإسلام الحقيقي في مجتمعنا الإسلامي صورة الصلاة ابني صورة أي الطقوس أما قلب الصلاة روح الصلاة ثمرات الصلاة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموارهم حق معلوم هي ثمرات الصلاة والبرهان على الصلاة الصحيحة المطلوبة من الله عز وجل إما واجب تتعلم الصلاة الحقيقية التي أرادها الله تتعلمها للناس الصلاة التي هي بس حركات فقط هيا اللي أرادها الله وجعلها من أركان الإسلام وما من أركان الإسلام من الأركان التي يبنى عليها الإسلام بني الإسلام على خمس إذن الإسلام من وراء الأركان الإسلام من وراء الإسلام الحقيقي بعض الأركان يعلمهم الكتاب علوم القرآن بدك كمسلم حتصير مسلم لتعلم علوم القرآن ما تعلم قرأته وتلاته وتجويد حروفه جودت فهم معاني جودت العمل بأوامره والانتهاء عن منادي هذا يعلمهم الكتاب خيركم من تعلم القرآن وعلم تعلم تلاوته التلاوة وحدها ما هي مقصودة فقط ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون يعلمون الكتاب والله شماه الأميين لأن يعلمون قراءته مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها شلون حملوها ولم يحملوها حملوا ألفاظها حملوا النطق بها ما حملوا العمل بها فبدنا فقه جديد يا أميين نكتب كتابة تلتقي مع أهداف القرآن مع التفقيه النبوي النبي كيف كان القرآن الله شلون فقه الناس في القرآن مع احترامنا لكل من كتبوا رضي الله عنهم وأرضاهم لكن إذا قلنا من فكرة جديدة فيها نفع لأهل زمنك أكثر يعني هاي مرفوضة يا طيب يا أتي بدنا نتحرك شوية نتحرك نحو الحياة بكفينا موت بدنا قلب قال الإمام الشافي ما كان من الزاكرين الله كثيرة ما كان من المخبتين ما كان من الخاشعين ما كان من المخلصين طيب هذا ليش ما بجعله من مذهب الشافي ما كان من الصادقين في الأقوال والأعمال والأحوال طيب هذا ما مذهب الشافي الشيخ مصبال ها الإخلاص وتقوى الله وخشية الله ومحبة الله فسأله قال كيف نسب هذا الرجل فيكم قلت هو منا ذو نسب قال هل قال هذا القول أحد منكم قبله قلت لا قال هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس قبل أن يقول ما قال قلت لا قال هل كان من آبائه من ملك قلت لا قال كيف عقله قال لم نعب عليه عقلا ولا رأيا قط قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال فهل يزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قلت لا قلت لا قال فهل يغدر إذا عاهد قلت لا لكن رادي دس قال ونحن الآن منه في ذمة وعهد صلح الحديبية وعهد الحديبية لا ندري ما هو فاعل بيغدر ما بيغدر قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف حربكم وحربه قلت ديول وسجال ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى قال فما يأمركم قلنا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهان عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة وبالصدقة وبالعفاف ويأمرنا بأداء الأمانة وبالوفاء بالعهد فقال لترجمانه قل له إني سألتك عن نسبه فقلت إنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل والأنبياء تبعث في أنساب قومها وسألتك هل قال هذا القول قبله أحد فزعمت أن لا فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت هو يأتم بقول قيل قبله وسألتك هل أنتم تتهمونه بالكذب فقلت لا فقد عرفت أنه لم يكن ليداع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني لا تأخذ على خاطرك إذا أجد درويش لعندها أصبت وأصدق واطلب الله حكيت لكم مرات شيخنا قتالها المسجد ما كان بهذا الشكل كان المسجد مصلى بسيط وحصره سود ومساحة المسجد كان أقل من سبعين متر مربع قال بأمر شيخه المربي قال له الجام جامع أبوه قال لي بقيت سنتين أذرس وحتى توفاه الله عرطت عليه واختالف الوظائف مارزي حتى لقي الله قال لي بقي سنتين ولا يجلس في درسي إلا رجل أعمى هاي هاي العظيمة أنا والله وقت كنت أجعل الأم يحضر الدرس يمكن أكثر من عشرين ألف إنسان الأم كله يمتلي والله كنت أخجعل من الله اتذكر شيخنا أقول هديك هديك الأعظم والرجل إنه تجي على الجامعة ما تلاقيه وكان بعض الأوقات يحضر للجامعة وما يكون في أحد يقرأ للختم وحده فكان ابني البزرة إذا ما طلعه على ورق بتغضب وبتسعد وبتطع من الأرض وبترجع للكيس متأثبات في بزرة تنفلق بيوم واحد مثل بزرة الزيتون بزرة الضراب بيطول حتى ينفلق فالله يرزقنا المربي والمؤدم وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سهطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان تخالط بشاشته القلوب ما تنطق به الألسنة تخالط بشاشته القلوب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلا حتى يدخل الإيمان في قلبك ابني قلبك وسخ والإيمان نور الله فرأيته العسل والعطر بنحط بتنكات سباله تعليم العلم ابني بوضع الحالي بده تصحيح بده يكون مع التعليم في منهاج تربوي وفي تربوي أخلاقي من تزكية النفس وتربوي قلبي روحي رباني قال وهكذا الإيمان إذا دخلت بشاشته وروحانيته وجماله إذا دخل في القلوب لو بتفرم تفريم لو بتقطع تقطيع ما برجع عن دينه ولو حرق في النار وسألتك هل قاتلتموه قلت نعم وأن حربكم وحربه دول وسجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ما بصير من غير بلاء ما بصير الإمام الغير محن ما بصير من غير شدائد وأزمات رأساً بدك ورد قبل الورد في شوك قبل الورد وبتزرع الورد شو بيكون قضيب من الشوك لما بتزرعه أول بيطلع الورد ما هي ما رأساً كما بيطلع الورد ولما بيطلع الورد بيطلع الزرار صغير ما فيها شي كذلك قال وكذلك الأنبياء تبتلى لكن ثم تكون لهم الداعي إلى الله في أول أمر وحتى يلقى الله النبي عليه الصلاة والسلام مات مسموماً بسمي خيبر لكن الموت ما بيخيف المؤمن الموت انتقال من العمل إلى أخذ الأجراء هذا إذا وعند نقلوا من محل الشغل بعد شغل شهر لحتى يقبض معاش نقلوا للخزينة بسعال هذا كان عندنا يقين وكان نشوفوا الدار الآخرة نشوفوا جمالها ونعيمها وفراديسها بنور الإيمان قال لا يا حصرتي أكثر الناس عميان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل المقصود عمى البصر عمى البصيرة وسألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والأداء الأمانة والوفاء بالبعهد وسألتك وفي البخار هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر يعني الأنبياء دائما يأمر بمكارم الأخلاق فعلمت أنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج يعلم نين نين من الإنجيل بالإنجيل فينا الصين بمجيء النبي المنتظر فقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه فيكم في العرب وإن كان ما حدثني به حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين شو معنى يملك يعني يحرر العرب من لحرر العرب من الاستعمار الإسلام ثم قال قيصر لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت أي تكلفت مع المشقة لقيه وفي لفظ لا أستطيع أن أفعل ولئن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم ثم قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميلي لغسلت هذا كله من معلومات الإنجيل اللي كانت عندهم هلا صار مكتشف غير الأناجيل الأربع القانونية صار مكتشف أكثر من عشرين إنجيل أربع أناجيل منها تنفي الصلب وتثبت وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم تثبت أن المقتولة غير المسيح أي من الأناجيل المكتشف والأناجيل التي كانت أكثر من مئة إنجيل في مجمع نيقية سنة ثلاثمئة وخمسة وعشرين ميلاد أي نيقية في بلاد تركيا الآن هذه كانت تسمى بلاد الروم فأجيه من الدول كان العمل بالشكل الذي انتهى إليه العقيدة النصرانية قال ثم دعا بكتاب النبي فقرأ عليه فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى شوف عزة الإسلام عزة الإسلام عزة المسلم قال لابن نعتز بغير الإسلام ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله سلام على من اتبع الهدى يعني ومن لم اتبع الهدى فلا سلام عليه فمن طلع أعظم النبي لما قيصر الإسلام أعظم لما الكفر والنبي للسلام ما بملك أمبراطورية لكن العظمي عظمية النفس تشعر العظم بالله وبدين الله وما تتعظم على بخلوقات الله إلا بحسب منهاج الله أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بالكلمة الداعية للإسلام وهي كلمة التوحيد أنا برأي كلمة التوحيد واحدة ما أبدو كفين الإسلام كان يقول النبي أدعوك إلى الشهادة بالدعوة إلى الإسلام ككل بحسب ما كان عليه الإسلام في ذلك الوقت أسلم تسلم دعوة وعظم وتهديد واستعلاء بالله وبالإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين مرة لإسلامك مرة لإسلام شعبك أو لإيمانك بمحمد وبعيسى فإن توليت إذا رفضت فإنما عليك إثم الأريسيين يعني الشعب من فلاحين ومن غير فلاحين التعليق على الموضوع يا أبني بالنسبة لكم ما بك في أن نقرأ قصة النبي والله والنبي هيك كتب مكتوب وهيك قصر حكرا لا المقصود عاد القدوة وإحياء السنة يعني الطريقة فالطريقة والسنة في الموضوع الدعوة إلى الله ولو إلى الملوك فلو إيا لريقا في مئة كتاب من مئة عالم يشرح له فيها صفات النبي وما ورد في الإنجيل وفي التوراة حتى الآن الموجودة فيه نصوص سليمة وبأسلوب والعقل الأوروبي هذا اللي بن نستفيده من السيرة أما نقرأ أن هيك النبي فعل وهي قيصر فعل وانتهى الموضوع هذا قرأنا لكن ما علمنا ما تفقهنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين صلاة ربي على المصطفى وبحر شوق له قد أفا وقلبي المبتلى بالفرا يريد بوحا بما قد خفا فلعرق البشرك وجهه وفي رضاه إذا مخبرا بفوزنا واقتفاد ربي ليسق منك في كوفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر